رئيس السيسي يدعو في كلمته بالقمة العربية أن تكون اجتماعاتها خطوة في طريق التنمية مطالبا ببذل أقصى جهد لتحقيق هذه الأمال والتطوعات رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمنح علاوات للعملين في الدول الصحة تنفيما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة ناتجة عن إجراءات فحص فيروس مجاز الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتح السيسي لأرض الوطني بعد مشاركة سيادته وإلقائه الكلمة في القمة العربية الثلاثين بتونس حيث قام الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعطاء الكلمة لرئيس السيسي بتحية غير مسبوقة حيث توجه بالشكر للشعب المصري قائل إنه يحيي الشعب المصري الأبي مذكرا بالبيت الخالد الذي قاله شعر العظيم حافظ إبراهيم كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاقي هذا وقد لقت كلمة الرئيس التونسي عن الشعب المصري بالقمة العربية عصفة من التصفيق من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية المشاركة في القمة والآن أريد أن أعطي الكلمة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبل ذلك أريد أن أتوجه بتحية إلى شعب المصري الأبي وأذكر بالبيت الخالد الذي قاله حافظ إبراهيم في شعره العظيم كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاقي وخلال كلمته بافتتاح القمة قال الرئيس السيسي أن تلك القمة تأتي في منعطف خطير في تاريخ الأمة العربية ازدادت فيه التحديات وتعددت الأزمات وتعقدت المهام المطلوبة لمواجهتها وأضف الرئيس السيسي أنه كلما أمعنا النظر في مختلف أزمات منطقتنا نجد عناصر الحل في كافة هذه الأزمات معروفة ومتاحة الغائب فقط هو الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في نبذ الفرقة وإعلاء المصلحة الوطنية والقومية العليا فوق كل اعتبار آخر وطالب الرئيس السيسي أن تكون قرارات القمة هذه نوبة إفاقة وإعلانا عن انطلاق قطار التسويات وطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ أمتنا وأضف سيادته أنه أن الأوان أن نلحق كعرب بركب التقدم الاقتصادي الذي تعيشه مناطق أخرى متعددة في العالم وأن نستفيد من الفرص غير المسبوقة التي يتيحها النظام الاقتصادي العالمي ونحول الإمكانات الكامنة لأمتنا إلى حقائق تعيشها وتنعم بها الأجيال الحاضرة والقادمة ودعا الرئيس السيسي أن تكون اجتماعات القمة خطوة على طريق التنمية العربية الشاملة التي يحق لكل مواطن عربي أن يحلم بها مطالبا ببذل أقصى جهد لتحقيق هذه الأمال والتطلعات وقال الرئيس عبد الفتح السيسي في كلمته خلال افتتاح القمة العربية الثلاثين بتونس إن تلك القمة تأتي في منعطف خطير في تاريخ الأمة العربية ازدادت فيه التحديات وتعددت الأزمات وتعقدت المهام المطلوبة لمواجهتها وأضاف الرئيس السيسي أنه لا مخرج نهائيا للصراع العربي الفلسطيني إلا بحل سلمي شامل يعيد حق الفلسطينيين في دولة عاصمتها القدسة وتعود الجولان المحتلة إلى سوريا وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني سيبقى وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولية وأوضح أن العرب اختاروا السلام وقدموا مبادرة شاملة تمد اليد بالسلام العادل مقابل تحرير الأراضي العربية المحتلة كافة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية مشددا أن اليد العربية لازالت ممدودة بالسلام العادل والشامل القائم على التمسك الكامل بكافة الحقوق المشروعة وبمقرارات الدولية ورفض أي محاولة للالتفاف عليها وقال الرئيس السيسي إن ما ستتخذه القمة من قرارات سيكون له أثر حاسم على حاضرنا وعلى مستقبل الأجيال القادمة التي ستحاسبنا كما سيحاسبنا التاريخ على هذه القرارات التي سنتخذها وعلى النهج الذي سنتبعه في توجيه دقة دفة دولنا وأكد رئيس السيسي أن الإرهاب بات يهدد صلب وجود الدولة الوطنية ومؤسساتها في المنطقة العربية ويهدر مبادئ العروبة والعمل المشترك لصالح تدخلات إقليمية إن استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني سيبقى وسمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي تلم استمر ضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية وبقية محاولات الالتفاف على مرجعيات السلام ومحدداتها لقد اختار العرب السلام وقدموا مبادرة شاملة تمد اليد بالسلام العادل مقابل تحرير الأراضي العربية المحتلة كافة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولا تزال اليد العربية ممدودة بالسلام العادل والشامل القائم على التمسك الكامل بكل الحقوق المشروعة ومقرارات الشرعية الدولية ورفض أي محاولة للالتفاف عليها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إننا اليوم أمام استحقاق آخر لا يقل إلحاحا أو تأثيرا على مستقبل منطقتنا بل والعالم كله وهو المواجهة الشاملة لجميع أشكال الإرهاب وما يتأسس عليه من فكر متطرف يويح قتل الأبرياء وينتهك كل التعليم الدينية السمحة والمبادئ الأخلاقية والأعراف الإنسانية كافة إن مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد وجود الدولة الوطنية في المنطقة العربية تقتد التحرك بشكل سريع وبدون مماطلة لتطبيق جميع عناصر المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تضمنتها قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة وعلى رأسها قرار تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب الذي اعتمد في القمة العربية الأقيرة في الظهران ولن تكون هذه المواجهة الضرورية ناجحة إلا إن شملت أيضا التحرك الحثيس لتجديد الخطاب الديني بحيث يعكس الروح السمحة الحقيقية لديننا الحنيف بعيدا عما يدعيه الجهلاء وبمنأة عن أية أفكار تخالف جوهره وتدعو إلى العنف أو الفرقة أو الطائفية باسم الدين وهو منها براء قال الرئيس السيسي إن الدم العربية لا يزال يراق بأيد عربية حين وعلى يد إرهابيين أجانب وميليشيات عميلة لقوة إقليمية تسعى للتدخل في الشؤون العربية لإعلاء مصالحها حينا آخر وطلب بالتحرك الفوري لبدء المفاوضات في إطار عملية جينيف لتحقيق تسوية شاملة للأزمة في سوريا تحفظ وحداتها وسلامتها الإقليمية كما طالب الرئيس السيسي بتحرك شامل لتنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة للتسوية في ليبيا والتي اعتمدها مجلس الأمن منذ أكثر من ثمانية عشر شهر وحول الأزمة اليمنية دعا الرئيس السيسي لتطبيق اتفاق ستوك هولن وتنفيذ الانسحاب الكامل والفوري من ميناء الحديدة كمقدمة لبدء مفاوضات تسوية الأزمة اليمنية إنني واثق أيها الأشقاء أنكم ستتفقون معي في أنه أينما أمعن النظر في مختلف أزمات منطقتنا نجد عناصر الحل في جميع هذه الأزمات معروفة ومتاحة الغائب فقط هو الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في نبز الفرقة وإعلاء المصلحة الوطنية والقومية العليا فوق كل اعتبار آخر فلتكن قرارات قيمتنا هذه نوبة إفاقة وإعلانا عن انطلاق قطار التسويات وطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ أمتنا لقد آن الأوان أن نلحق عرب بركب التقدم الاقتصادي الذي تعيشه مناطق أخرى متعددة في العالم وأن نستفيد من الفرص غير المسبوقة التي يتحوها النظام الاقتصادي العالمي ونحول الإمكانات الكاملة لأمتنا إلى حقائق تعيشها وتنعم بها الأجيال الحاضرة والقادمة فلتكن اجتماعاتنا اليوم خطوة على طريق التنمية العربية الشاملة التي يحق لكل مواطن عربي أن يحلم بها وأن نبزل أقصى جهد لتحقيق هذه الأمال والتطلعات وأكد البيان الختمي للقمة العربية التي انعقدت في تونس أمسا أن تحقيق الأمن والاستقرار يرتكز على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وأوضح وزير الخارجيات التونسية أنه من غير المقبول استمرار التدخلات الخارجية في المنطقة عدم شرعية القرار الأمريكي لاعتراف بالقدس عصمة لإسرائيل وأكد البيان الختمي للقمة العربية الحرصة على وحدة ليبيا وسيادتها وجدد رفض الحلول العسكرية وكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية كما جدد البيان الحرصة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا وشدد على أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي وأكد رفضه لمحاولة فرض لسياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان وأكد البيان مساندة الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمنية وثمن البيان ما حققه العراق من نجاحات في ضحر التنظيمات الإرهابية وتقديره للتضحيات التي قدمها الشعب العراقي في الدفاع عن سيادة بلاده وأمنه كما أكد على العزم على مزيد من تطوير علاقات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدان العربية وتكثيف الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات الرئيس الجمهورية بمنح علاوات للعاملين في الدولة ووجه مدبولي بسرعة إدراك مشروع القانون الخاص بالعلاوات على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده هذا الأسبوع حتى يتسنى إقراره من المجلس ثم إحالته إلى مجلس النواب تمهيدا لبدء التطبيق اعتبارا من أول يوليو من العام الجاري هذا ونذيع على سيادتكم فيديو يجمع كافة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية يوم المرأة حول رفع الأجور والمعاشات وإطلاق أكبر حركات ترقيات في الدولة في العصر الحديث ترجمة نانسي قنقر صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربية الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريج الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2019 والتي تشمل الدفعات مئة وخمسة عشر أطباء وسبعة وسبعين مهندسين وخمسة وستين مختلط صرح بذلك اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة في ضوء اهتمام هيئة الرقابة الإدارية بكل ما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فقد رصد عبر منصات التواصل الاجتماعي تضرر واستغافة بعض المواطنين حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بتوريد لوحة تحكم كهربائي تعمل بنظام الفصل الأوتوماتيكي وتشغيل مركز الكولة وذلك بعد تعطل وحدة معالجة المياه بمستشفى التأمين الصحية بمحافظة بني سوف كما قامت الهيئة بتغيير مصورة مياه الخط الرئيسي بالفيوم بالكامل بأخرى جديدة لمنع التسريب وانتظام ضغط المياه للعزبة وذلك بعد الشكوى من ضعف مياه الشرب بعزبة طلبة باشا التابعة لمركز أطسا بمحافظة الفيوم حيث تبين وجود تسريب لمياه الشرب بالخط الرئيسي بمنطقة قصر الباسل بمنطقة ديفنو نتيجة انفجار في العداية الخاصة بالخط ونشرت جريدة الأهرام خبرا تحت عنوان مياه صرف صحي بلا معالجة تضخها محطة عرب أبو ساعد في ترعتين بمركز الصف وتبين أن المحطة المشارة إليها دخلت الخدمة عام 1992 وساءت حالتها الفنية مما أدى إلى عدم تطابق السيب النهائي من المحطة للمواصفات الفنية وقد تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لإعداد المواصفات الفنية واتخاذ إجراءات الطرحة والترسية لأعمال إحلال وتجديد وتوسعة للمحطة لرفع كفاءتها على أن يتم إدراج الأعمال بدءا من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2019-2020 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدة شائعات قد ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة من السادس والعشرين من شهر مارس الماضي إلى الأول من أبريل منها أنباء حول عقد هيئة قناة السويس اتفاقا مع وزارة المالية يقضي بتحمل الأخيرة سداد ديون الهيئة لدى البنوك التي تقدر بقيمة ستمائة مليون دولار بعد عجز الهيئة عن السداد وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس والتي نفت تحمل وزارة المالية مديونيات الهيئة مؤكدة أن هناك تزايدا في إجمالية عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إرادات في تاريخها بنهاية عام 2018 نفت وزارة المالية ما قد أثير في بعض وسائل الإعلام الدولية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن تغيير وزارة المالية لسعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020 إلى 18 جنيها وأوضحت المالية أن مشروع الموازنة المعدة من قبل الوزارة استخدم لمتوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من الأول وحتى الخامس عشر من مارس الماضي كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل والذي يقدر بحوالي سبعة عشر وستة وأربعين من مئة من البنيها نفت وزارة الصحة والسكان ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة ناتجة عن إجراءات فحص فيروسي في شوارع محافظة الجيزة عقب تفعيل المرحلة الثالثة من حملة مئة مليون صحة وتحديدا بمنطقة المهندسين وأكدت الوزارة أن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقا لإجراءات مكافحة العدوى وتوصية منظمة الصحة العالمية نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفشي أي أمراض وبائية بين الماشية وأن الوضع الصحي للماشية المصرية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماما مشددة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين وتبعت الوزارة أنها ستقوم بحملات مستمرة وتقوم بحملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألباب ختاما كان هذا مجازن لأهم وآخر الأنباء من تلفزيون النهر أشكر لكم تبا المتابعة إلى اللقاء